اشتركوا في القناة 28 من فبراير من العام 2023 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم والها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا على الدولار الإسترالي تصدر في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو مبيعات التجزئة الريتيل سيلز وعلى الدولار الكندي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يصدر الناتج الإجمالي المحلي وتختتم البيانات بصدور خبر هام على الدولار الأمريكي يصدر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر فقة المستهلك إذن أخواني الأعزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار وشاهدنا مؤشر الدولار الأمريكي يدخل في استراحة محارب ويتهيأ لإنهاء التصيحات وإذا نجح بالتماسك أعلى مستوى المئة وأربعة ونجح بالارتداد صعودا أعلى قد نشاهد اندفاع قادم للدولار الأمريكي في ظل صدور بيانات التضخم الذي صدرت في الجلسة السابقة والذي كانت بشكل إيجابي وتؤيد قوة الدولار الأمريكي وحتى اللحظة لا يزال أي تراجع للدولار الأمريكي في طي التصيحات ويمثل حركة صحية للأسعار ولن نغير النظرة الإيجابية لمؤشر الدولار الأمريكي إلا بكسر مستوى المئة وأربعة واستمراري التداولات بهذا الشكل قد تقود المؤشر نحو مستويات المئة وستة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يحاول خلق موجة صحية صاعدة ولكن حتى اللحظة استمراري التداولاته أعلى مستوى الواحد فاصلة صفر ستة آلاف وسبعمائة لا يزال يضع الصعود عبارة عن موجة صحيحية صاعدة وقد نشاهد التراجع مجددا صوب مستوى الواحد فاصلة صفر أربعة آلاف وخمسمائة وخمسون وقد نشاهد الأسعار تهوي إلى مستوى الواحد فاصلة أربعة آلاف ولن نلغي هذه النظرة السلبية إلا باختراق مستوى الواحد فاصلة صفر ستة آلاف وسبعمائة وعودة المراكز الشرائية أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد زوج الباون دولار يحاول استعادة السيطرة على الزخم الإيجابي وإذا نجحها بالتماسك أعلى مستوى الواحد فاصل عشرون ألف والتماسك أعلى المتوسط المتحرك قد نشاهد تداولات إيجابية تسعى لاستهداف مستوى الواحد فاصل اثنين وعشرون ألف وثلاثة وعشرون ألف ولن يلغى هذا السيناريو التصيحي الصعيد إلا بالعودة مجددا دون مستوى الواحد فاصل عشرون ألف والثبات دونها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونشاهد زوج الباون ديان يتمرد ويستعيد السيطرة على الزخم الإيجابي إذا نجحت التداولات بتأكيد اختراق مستوى المائة وثلاثة وستون فاصل خمسمية قد نشاهد امتداد للتداولات للمجنون يستهدف من خلالها المائة خمسة وستون ومائة وسبعة وستون خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد التداولات حتى اللحظة لا تزال تتعرض لبعض من الضغوط البيعية وإذا استمرت التداولات أدنى المتوسط المتحرك وأدنى مستوى الصف فاصلة سبعة وستون ألف وثلاثمية وخمسون قد نشاهد تراجع قادم يستهدف ستة وستون ألف وخمسمية وصفر فاصلة ستة وستون ألف ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الآبط وتخلق موجة صحيحية صاعدة إلا باختراق مستوى الصف فاصلة سبعة وستون ألف وثلاثمية وخمسون واعتلال المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الزوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ولا تزال التداولات الإيجابية هي المسيطرة على الزوج وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى الأب تريند لاين لا تزال توحي بمزيد من الإيجابية ولكن لن نشاهد مكاسب قادمة للزوج إلا باختراق مستوى مستوى مئة ستة وثلاثم فاصلة ستمية وخمسون حيث أن اختراقها سوف يعطينا ويمنحنا الضوء الأخضر للإندفاع صوب مستوى مئة ثمانية وثلاثون ومئة وتسعة وثلاثون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا تركيا ولا تزال التداولات الإيجابية هي المسيطرة على الزوج وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى الأب تريند لاين وعلى مستوى 18.85 لا تسعنا إلا منح السيناريو الإيجابي هو الإفضلية لاستهداف مستوى 18.92 وتسعة عشر ليرا مقابل الدولار الواحد ولن تلغى هذه النظرة الإيجابية إلا بكسر مستوى 18.85 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين لا يزال يتداول بالقرب من مناطق دعم هامة جدا وهي الأب تريند لاين والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة دعم ثانية متحركة قوية وإذا نجحت الأسعار بالتماسك والارتداد أعلى 23.500 دولار حين سوف نشاهد محاولة للانتعاش للبيتكوين واستهداف 25.000 دولار أما التداول أدنى الأب تريند لاين ودون المتوسط المتحرك قد يخلق موجة صحيحية هابطة تعيد اختبار 21.500 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل لا يزال تجرع السلبية واستمرارية تداولاته دون مستوى 38 سنت قد تؤدي إلى تكبد الخسائر واستهداف 36 سنت و34 سنت ولن يلغى هذا السيناريو السلبية الهابط إلا بالعودة مجددا أعلى 38 سنت إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد الذهب لا يزال يتداول في ظل المناطق الحمراء أدنى الداون تريند لاين وإذا استمر التداولات الذهب دون مستوى 1845 لا يزال السيناريو المرجح فنيا هو السلبي الهابط والذي يستهدف مستوى 1790 وبكسر 1790 سوف تعزز الفرص البيعية للذهب ويعزز المسار الهابط ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط ويتحرر ملك الملاذات الآمنة الذهب من الضغوط البيعية إلا بالعودة على مستوى 1845 واربعون دولار مقابل الأونسة الواحدة إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية هابط أدنى الداون تريند لاين ومثل ما ذكرنا سابقا استمراري التداولات دون 78 دولار لا يزال يرجح السيناريو السلبي الهابط واستهداف 72 دولار مقابل البرميل الواحد ولن يلغى هذا السيناريو وتحرر النفط الخام من الضغوط البيعية إلا باختراق 78 دولار والثبات أعلىها إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة لا تزال تتعرض إلى الضغوط البيعية واستمراري التداولات دون مستوى 21 وآدنى الداون تريند لاين قد يقود الفضة إلى خسائر متوقعة تستهدف مستوى العشرون ولن يلغى هذا السيناريو إلا بالعودة مجددا أعلى الواحد وعشرون وبناء مراكد شرائية أعلىها إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يسأل التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجح باختراق 2.75 سوف تمتد مكاسب الغاز الطبيعي لتستهدف 3.10 و3 ونصف خلال التداولات القادمة لن يلغى هذا السيناريو التفاولي إلا بكسب مستوى 2.40 إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر داو جونز الصناعي ويقترب مؤشر داو جونز من الدعم الهام الماثلين مستوى 3.750 والذي إذا نجحت الأسعار بكسر سوف تخلق فرصة بيعية على مؤشر داو جونز تستهدف مستوى 3.250 و3.900 خلال التداولات القادمة ونشترط لتحقق هذا السيناريو والأهداف المذكورة وخلق الفرصة البيعية هو كسر مستوى 3.750 بناء على قاعدة السلوك السعر المشروح سابقا على قناتي في اليوتيوب إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد دانبورز SB500 ونشاهد الـ SB500 لا يزال يتداول خارج الأب تريند لاين واستمرار التداولات دون مستوى الأربعة آلاف قد يؤدي إلى تكبد المزيد من الخسائر مجددا واستهداف مستوى 3.920 و3.800 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى الأربعة آلاف إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ويحاول مؤشر الداكس أن يستقر أعلى الأب تريند لاين ويستعيد السيطرة على الزخم الإيجابي واستمرارية التداولات أعلى 15.300 لا يزال يمنح الداكس الألماني محاولات لاستعادة الزخم الإيجابي أما كسر مستوى 15.300 فقد يفقد الداكس السيطرة على الزخم الإيجابي وقد يدخله في موجة بيعية هابطة تستهدف 15.14.800 إذن أخواني لعزة ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك لا يزال يصارع بالقرب من منطقة 7.300 والذي إذا نجح بالعودة علىها قد يرتد ويتجه صوب مستوى 7.440 7.600 أما كسر 7.300 قد يدخل المؤشر في موجة صحيحية هابطة عميقة إلى مستويات 7.070 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزة ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونشاهد مؤشر النازدك يقترب من نقطة المحورة ونقطة البايفيتس المعثل عن مستوى 12.000 والذي إذا نجح بكسرها سوف تخلق فرصة بيعية تستهدف مستويات 11.811.500 ولن يلغى هذا السيناريو السيل بها الهابط إلا إذا نجحت الأسعار بالارتداد صعودا أعلى مستوى 12.200 والثبات أعلى إذن أخواني لعزة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومي أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله